استقبل الشيخ الخنجر وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وبحضور كل من رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي والقيادي في تحالف صادقون عدنان فيحال وبحث معهم آخر المستجدات السياسية في البلاد وبحث الشيخ الخنجر رفقة عدد من قيادات تحالف العزم مع وفد الإطار التنسيقي بحث نتائج الانتخابات والتفاهمات السياسية تمهيدا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وأكد الجانبان أهمية اعتماد الحوار منهجا لصياغة مرحلة مقبلة تستجيب لتطلعات العراقيين والخروج برؤية موحدة ترسم شكل المشهد القادم ترجمة نانسي قنقر